اعقد الاجتماع الاول للجنة التعاون بين مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية الخدمية وذلك تنفيذا للقرار الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن انشاء وتشكيل اللجنة لجنة التعاون بين مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية الخدمية تعمل على تحقيق الموائمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الجهات الحكومية بما يحقق المصلحة العامة منذ صدور امر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن انشاء وتشكيل لجنة التعاون بين مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية وبين الجهات الحكومية تم العمل بشكل فوري على تشكيل اللجنة التي تسعى الى تحقيق الموائمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الجهات الحكومية فخلال الاجتماع الاول للجنة تم مناقشة خطط واوليات مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية من الخدمات والمشاريع بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة والتأكد والاستفادة من دعم واشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشروعات الموضوعات والمناقشات التي ستطرحها اللجنة على طاولتها خلال الايام المقبلة ستسهم في الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين ومناقشة رؤى وافكار المجالس البلدية مع الوزارات الاخرى للتوصل الى القرارات التي تخدم اكبر شريحة من المجتمع البحريني بما يحقق المصلحة العامة ترجمة نانسي قنقر